المواطنة يا جماعة ده كلمة كانت بتتقال من ناس مصدروهاش للناس كويس كلمة المواطنة ما فيش فرق بينه بينك على الإطلاق إلا عملي وشغلي ومسؤولياتي ومسؤولياتك أنت بتفكر دماغك فيه إيه جوه بقى مليش دعوه أنت قلبك فيه مش قصتي اللي بيظهر لسلوكك والدولة بتتعامل مع كل المواطنين على قدم المساواة أنا بسأل سؤال لما يجي يتقبض على واحد ماشي بالعربية عكس الرجل الضابط المرور بيسأله أنت مسيح ولا مسلم أنا بسأل مش القانون بيتطبع على الاتنين طب هو الرجل اللي ماشي عكس ده طلع رجل بشرته سامرة واحد بشرته بيضة وأشقر هل ضابط المرور بيسأله يقوله لونك إيه ولا أنت إيه هل واحد بيسأله بيقوله أنت حفظ قرآنه لحفظ إنجيل هل واحد بيسأله أنت حفظ بيت شعر ما هي نفس الكلام معتقداتك وثقافاتك ليك ليك لا يجب أن يكون هناك تمييز طب أنا بقول الكلام ده عشان بقول المجتمع ما تعملش كده لا بقول إن الدولة سبقت المجتمع الدولة الدولة إدارة الدولة سبقت المجتمع وراحب في حتة تاني خالص والمجتمع لسه لسه ما تحركش لسه مكانه إرهاصات وثقافات زي ما قلت برحف مقال عنده فيه تلبك ثقافي في المجتمع كله دخل في بعضه عامل عملية مش منضبطة في عندي عسر هضم ثقافي ومعرفي في المجتمع يا جماعة مجتمعنا حيوي شباب بس نقصه شوية رواد ثقافيين ثقافيين يغيروا ثقافة المجتمع هي ايه ثقافة المجتمع اللي أنا عايز غيرها أول حاجة عايز أوصل فكرة أو معنى المواطنة دولة المواطنة فقه المواطنة فكرة المواطنة تطبيق المواطنة مش كلام سياسة بنقوله مش كلام إعلام بنقوله يعني ايه مواطنة بسأل بقول زي ما جاء نجيب سورس برضو بيقول ايه نفسي ألاقي وزير البيئة مش مسيحي وزير الهجرة وزير الهجرة مش مسيحي لما قرد أسماء الوزراء بقول يا جماعة هتولي السيفي بتاعه أنا بتعامل مع زميل ويقوله يعني لو قلت ده هو ده مسيحي ولا مسلم مين بيز اللي بيزقد كده عقله وتفكيره في مرض عقله وتفكيره في مرض أنا أنا ظن اللي بيرشح واحد الرئيس المحكمة الدستورية اللي أقول لي يا جماعة ولا رئيس محكمة النقض ولا وحد بيسأل وحد بيسأل ما اشفناش ما اشفناش هذه الأسئلة مين رئيس المحكمة الدستورية ابرهي م astronomy يا جماعة يعني يا جماعة احنا احنا المشكلة ان احنا فيه انطباع موجود وثابت وراسخ ومحافظين عليه ومخبينه زي القوضة اللي فيها فيل كبر الفيل كان داخل القوضة صغير كبر مش هعرف يطلع يا جماعة احنا عايزين نخرج الفيل فيل الوهم من الحجرة الفيل نيلسون ده لازم يخرج نخرج وكل واحد جواه معتقالات خاطئة احنا عايزين نغير ثقافة المجتمع من خلال رواد جداد رئيس المحكمة الدستورية لعليا المستشار بوليس فاهمي امسيح اعلى سلطة قضائية في مصر هي عم نجيب يعني مش ادري افهم يعني بلاش شعز التويتات انا مش هاعدارت احياني واتكلم ولا انا عايز الناس تعقل انا عايز الناس تعقل بجد الناس اللي هم اطفال في تفكيرهم اللي مسكين شامع وممكن يولعوا الاطفال يعني نعقل شوية نعقل شوية انه مش هكذا البلد مش متحملة لقى البلد متحملة والبلد تمام احنا عايزين نرطاقي عايزين نرطاقي بقول محتاجين نغير ثقافة المجتمع في حاجات كتيرة مثلا مثلا سريعا يعني ثقافة العزوة والخلفة وربنا يرزق وثقافة العائل بيجو برزقهم وثقافة على قد الحافة تمد رجليك وثقافة العلم تعلاش على الحاجة وثقافة الشهادات اهم حاجة الشهادات وفيه ثقافات متعددة عندنا راسخة غلط محتاجة تتغير محتاجين نتغير لو ثقافة الاستهلاك الكرم الكرم الحاتمي حد تتعزمه بالبيت تعمل اكل قد كده وترميه كله في الاخر ما احنا كل دي ثقافات عايزين نغير ثقافتنا ونبدأ في منظومة قيم جديدة منظومة ثقافية جديدة ثقافة الشائعات عندنا نهم في الشائعات والحديث في الاعراض والحديث في الكلام عايزين نغير كل هذا بقول ان احنا محتاجين كتيبة ثقافية تغير وتدير هذا المجتمع عايزين مجموعة من العقلاء عايزين مجموعة من الرواد المفكرين مش المزايفين عايزين ناس يكونوا حقائب ممتلئة مش منتافقة عايزين ناس عندها افكار عايزين العقلاء يطلعوا المفكرين يطلعوا المثقفين يطلعوا يسبقوا في التفكير الدولة سبقت المجتمع المفكرين ما زالوا يراقبون وينتظرون لا ادري الى متى